موسيقى تليتة تسعة وعشرين أيلول 2020 مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم ضيفي في ستوديو هو دكتور عماد رزق رئيس الاستشارية للدراسات أهلا وسهلا فيك دكتور صبح الخير ليك صبح الخير للمشاهدين ولكل اللبنانيين وينما كانوا إن شاء الله يكون في كتير من الخير لناطر اللبنانيين ولبنان في المرحلة المقبلة بعد ستة وعشرين يوم على تكليفه رسميا اعتذر مصطفى أديب عن تأليف الحكومة اللبنانية والسؤال ماذا بعد لو رايح الأمور هل دخل لبنان مرحلة رتابة سياسية والسؤال هل سيكون للبنان أيضا حكومة جديدة بعد هذا الاعتذار أم أن لا حكومة قبيلة صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتبيان يمكن طريق عمل واشنطن الجديدة حيال ملفات المنطقة في الداخل لا حرارة في خطوط الاتصالات ولا دوران يمكن لحركة المشاورات السياسية وما فيه ولا أي موعد لاحق في الأفق لا تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة وبالتالي كل الأسئلة تتمركز حول المسار اللي دخلوا لبنان بعد يعني عم نحكي عن تفجير المرفق بأربعة آب وصولا إلى مبادرة ماكرون تكليف رئيس مصطفى أديب هذا الاعتذار إلى أين طبعا لما أقول صباح الخير يعني أنا متفائل حتى أمبلش من البداية وهذا شيء كتير حلو مبلش فيه حتى أمبلش من البداية طبعا هلأ في كتير ناس ممكن تقول ليش هذا متفائل لك شو عم بصير بالبلد أنا بس بدي أقول لك شغلتان أو أقول لكل اللبنانيين لأولا كل المشاهدين يعني حتى مش اللبنانيين دايما واحد بس يتفاعل بالخير بيشوفه أو بيوصله تفاعلوا بالخير تجدوه تجدوه خلنا نبلش من هايدي النظرة خلنا نبلش من النظرة داخل لبنان الحكومية وأعطي سؤال بلش منه هيدا السؤال لا أوصل لموضوع الحكومة والتكليف وغيره ليش بس اعتذر يعني الرئيس المكلف مصطفى أديب طلع دولار 1400 ليرة فجأة يعني فورا هيدا الأول سؤال تاني سؤال عن أي منصة يعني أي منصة رسمية أو شبه رسمية أو حتى متوافق عليها طلع أرار أنه هيدا الدولار لأنه ما صار في حكومة لازم يطلع هيدا بتعطينا إشارتان إشارة الأولى أنه ما يحدث باللبنان هو تلاعب سياسي وأعلامي الإشارة التانية وهيدا أكيدة وأنا بحب أضعها بإيدين السياسيين والأمنيين كمان ما علاش يعني فيه تراخي أمنة خلينا نكون صريحين ليش ببداية الأزمة وقتها كانت دولار 2000 و 3000 كانت الكوى الأمنية عم بتوقف الصرافين وعم بتوقف اللي عم بيتلاعبوا بالدولار وعم بتلاحق شبكات وإز فجأة من شهران لليوم منشوف إنه ما بقفي لملاحقة التجار للشنطة مثل ما بيقولوا الغير شرعيين شغالين والصرافين بشكل أو بآخر بين مزدوجين عم بيلتزموا بالمنصة يلي هي صارت منصة وهمية مش لعنه فتنة إلى حكومة تصريف أعمال ورحنا إلى استقالة حسان دياب ودخلنا في لا لح تريح كمان مرحلة التحكين لح تريح أكثر هذه الأزمة المالية الاقتصادية بلبنان مفتعلة ومصطنعة وإلى هدف واحد إخضاع الكوى السياسية للتطبيع مع إسرائيل خلنا نحط هيدا العنوان وعم تحكي عن تلاعب سياسي آخر شي فمشان هيك الأعلام ما بقى نسمعه يعني احنا على بوصيلة إعلامية بس ما بقى نسمع الأعلام المحرد أو الأعلام إذا بدك يلي عم بيخدنا نحو السيء أو الأسوأ ودائما كل يوم نشوف بكتج يعني المشوه للحقائق لا مش مشوه حتى في بعض الأوقات عم بيوصف يعني فيه عنا وضع اقتصادي تعبان فيه عنا أزمة مالية صحيح موجودة بس فيه هناك مفتعل لها هي مش حقيقية لو عطيكي بقلتها أحد المرات هون على الان بيان بس كيف منا حقيقية كيف في الدولة الليبنانية كيف في الدولة الليبنانية كيف في الدولة الليبنانية كانوا عم بيقولولك أنه الهندسات المالية ونظامك الاقتصاد الخاطئ أدى إلى ما أدت إليه الأمور شوفي إذا هلأ منهاجم كنا قبل مش اليوم ممكن من سنة لوارى وهلأ بيعطيكي تاريخ وأنا اللي حسبت عليه كنا قبل إذا منهاجم المصارف كلنا كنا متدينين من المصارف وإخدين لنعيش المصارف تضغط علينا واللي عنده مؤسسات بيخاف واللي بيتعاطى بالسياسة وعنده مؤسسات بيخاف من العقوبات الأمريكية ومن الضغوط الدولية وغيره إذن كنا خاضعين للضغط الأمريكي ولهيدي السياسة سياسة خلنا نسميها علاقة المصارف بالإدارة الأمريكية لأنه هذا شي طبيعي عبر الدولار ومن خلال الدولار والسياسة الأمريكية الخارجية نحن خاضعين للإملاءات والسياسة لما نشوف ترامب من أربع سنين يعمل باتجاه صفقة القرن لما نشوف الإدارة الأمريكية تعمل بشكل وصيق من عهد أوباما وصولا إلى اليوم طبعا قبل سأعني بحكي بالفترة الأخيرة السنوات العشر الأخيرة باتجاه وصول إلى سلام مع الجانب الفلسطيني إسرائيلي فلسطيني ومن خلاله الدخول إلى تطبيق وتطبيع لسلام مع العالم العربي لما نشوف كتير من هذه العلاقات تحت الطولة وفوق الطولة نحن نجي منتأكد أنه ما يحدث في لبنان في الستة أشهر الأخيرة يعني من تطورات أمنية من المرفع إلى الحرائق إلى كل هذه الأشياء هناك فاعل لها هلأ طلع التحقيق وما طلع التحقيق مش مهم بقى التحقيق لأنه لا أعطيكي بدليلين مش تحقيق بيثبت لحضرتك عم تقوله أو بينفي ما تقوله معوي هل يجرؤ أحد على مهاجمة العدو الإسرائيلي حقيقة شو يعني شوه ده سؤال كبير كيف يعني هل يجرؤ أحد على مهاجمة العدو الإسرائيلي حقيقة مالش إذا بتسمحيلي بالخمسة دقايق اللي بلشت فيها هون أنا مبدأ يعني بده يعتذر مني حزب الله وأمين عام حزب الله يعتذر منك؟ بده لا يعتذر مني اللي بدي أقوله هلأ إنه أنا أحمل حزب الله مسئولية عدم فضح الأعمال العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية بالحرب الهجينة اللي عم نشوفها من 17 تشرين لاليوم بس لحظة شوي رحت أنت إلى يعني تثبيت واقع يقول بأنه ما يجري هو اعتداء إسرائيلي حقيقة الكل يعلم كل السياسيين يعلم وليه حملت حزب الله هذه المسئولية بالوقت اللي بعد ما في تحقيقات هذه الفرضية كانت خارج إطار الفرضيات المطروحة وإن كانت يمكن منا فرضية يعني مستبعدة ولكن في ظل كل هذا الظرف وعندك FBI اليوم بمرفق بيروت وعندك اليوم تحقيقات تجري على هذا الصعي FBI دخلوا من دون مستند قانوني معلش إلا بإذن من فخامة الرئيس وين دولة لبنانية ما في دولة لبنانية معلش عم بيسمعوني وعم بيحكيون ياها ما في دولة لبنانية لما تجي أجهزة أمنية سكوتلاند يارد FBI والفرنسيين ثلاث أجهزة غربية ثلاث أجهزة غربية ينزلوا يعملوا تحقيقات أول شيء ال FBI بيطلب من فخامة الرئيس يعني بيطلب عم نحكي رسمي لبناني شبه رسمي بعدين اتقونن رسميا لما قعدوا مع زبدك القاضي المسؤول عن التحقيقات معلش أدي عمره التفجير عم نحكي عن أربعة أب تفجير أربعة أب تفجير أربعة أب أدي عمره صار بـ 29 أيلول نعم نحن بـ 29 أيلول ال FBI عطوا تقريرهم لا إجوا بـ 16 ما عطوا تقريرهم حتى ما نسأوا مع الأجهزة الإنينية عم بتقول قعدوا مع فرع المعلومات وهذه معلومات صحفية نشرت مش أنا عم بكتشف ولا عم بكشف سر قالوا لهم برافو برافو أنتوا على عفاكم أنتوا حللتوا صح إيما نحن ما بدأت جاي نجاي ناخد شهادات بقى من الخارج يرتاح هذا الخارج سنت على ماذا استندت دكتور عماد اليوم لما بتطلع بتقول أو بتحط هذه الفرضية وكأنها هي فرضية مثبتة وإنت أكيد منها على ماذا تستند آخر شي عندك وقائع تقول بأنه العدو الإسرائيلي هو من قام بهذا التفجير شوفي نحن بالتحليل أنا ما عندي مستند أنا مش محقق بس أنت انطلقت من فرضي انطلقت بفرضي حتى ولو كان التحليل قادك لإلها بس أنت ثابت فيها تحليل اللي قادني لإلها شبه قاطع بس التحليل في أوقات في عندك أدلة تاخدك إلى شبه قاطع بدك الدليل المادي بالحزة يعني استندت على واقع ملموس لح أعطيك واقعتين أول واقعة في تراك تراك فور بيس بروسس يلي سمينيه مسار مسار عملية السلام في المنطقة يلي بيتحدث عن دور المرافق سكك الحديد وربط المناطق من العدو الإسرائيلي إلى العمق العربي وصولا إلى سلطنة عمان المحيط الهندي الخليج البحر الأحمر كله هيدا البروسس كله هيدا البحار والمناطق الداخلية فيه خرائط لإلها نشرت من أكتر من سبع سنين تطورت الفكرة سنة 2018 نحكى فيها وإذ فجأة بلاشنا نحكي عن طريق الحرير الصيني بلاشنا نحكي عن دور مرفق لبنان وإذ حدث ما حدث في مرفق لبنان بفعل فاعل في عندي دليلين الدليل الأول خلوني يأكدوا لي ليش نسحب هذا البند من مجلس الأعلى للدفاع شو السبب عشور تاكزه أيا بند لما بلش ينحكى بالنيترات الأمونيوم وما شابه موجودة بالمرفق في حدا يا سرع العملية يا سحبه لحتى ما يصير كشف للي حدث كل اللي عم بصير تحقيقات تتصوري راحوا يحققوا مع الكبطان الكبطان فات كوما راحوا يشوفوا السمسارة اللي شاف بتركيا ما وصلنا لنتيجة وكلهم عم نحكي بتركيا عم نحكي كيف وقفت باسباب مجهولة بس ما عم نحكي مين جابه لم تكشف بعض عم نحكي بمسار عم نحكي مين حطه رجعنا رحنا نحقق ساعة مع وزير مخصه ساعة مع مدير ونحجزه إنه مدير بتقدر تحجزيه ووزير ما بتقدر تحجزيه كلهم هون ما لهم معنى كلهم هون عم نضيع وقته ليه آخر شيء في مسئولية مباشرة في حدا جاب لبضاعة هيدا بتحمل مسئولية من هي الجهة التي أدخلت هدا مش اللي غطى أو مش اللي تجاهل لسبب أو لآخر في حدا يغطي كبير ايه بس ما كمان عادة بهيك تحقيقات دكتور ريمان رغم أنه هيدا الكلام في وقت يعني في عامل الواقت هو اللي بيفرض حاله لا توصل آخر شيء لهذه نتيجة عزيم ست سنين يعني ملفه عقدة لما يبدو عزيم ست سنين موجودين بمرفق بيروت كل اللي صار بلبنان داعش الارهاب كان عم بيضرب نحنا ما خفنا هول يستهدفون طب لاش نحنا اليوم بلاشنا نرجع نحكي عن احتمال ارتباط مثلا احداث صارت انه بأعمال ارهابية بهذا التوقيت شامتك عن تفجيرات الغامضة اللي عم بيصير لا انه ايه ايه ليش ما بنرجع قبل نشوف شو اللي كان عم بيصير فيه يخبرونا شو تشار تحقيقات وقت الحرايق صارت سنة الماضي بلبنان حدا فيه خبرنا واللي سبقت احداث سبعت عشرين خلينا نقول نعم ومحاولة اغتيال وزير جبران باسيل وصولا الى الثورة يلي انطلقت بين مزدوجين الثورة لانه اول اسبوعين ايه فينا نقول كانت حراك جيد بس بعدين تبين انه في موجات بقلبها في اتجاهات ولليوم ما قدروا وحدوا مطلبوا واحد يعني كأنك عم تقول انه هناك مؤامرة خارجية حضرت للبنان دخل في هدي المؤامرة منذ احداث او خلينا نقول خلينا شوفوا شو كان يصير بين هرية لح أعطيك لح أقولها لح اكشفها ايه خلينا شوفوا مين كان عم يدير كل شيء بين هرية كترت اكتر من مرة اي لهذا الكلام وانا عم سببس يروح وحاو فيها مين في بين هرية ما بعرف اني بيعرفوا في عدو اسرائيلي عظيم ايه يشوفوا ليش نحن بعد يعني بعد هلأ هلأ الاسبوعين الجايين من بعد ما تخلص الاغلاق للكورونا عند الجانب الاسرائيلي يعني بتخلص بخمسة بعدها باسبوع نحن الاسرائيلي عم بيسرب وكأننا رضخنا لشروطه بالدخول بالتفاوض رغم انه نحن كل اللي صار وفقنا حطينا بعض البنود بالتفاوض بالإطار التفاوضي حتى مش بالتفاوض بتفاهم إطار إطار هلأ هو شو عم بيقول نحن رضخنا وفي موجة مؤيدة بس تعودنا على العدو الاسرائيلي على إطارة إذا بدك المعلومات المغلوطة على ضبط الأسفين عظيم بعد سنة بعد سنة من 17 تشرين بتلاقي عم تربط طالما انه هذا الملف أصلا بلش يعني بتفاوض على أساسه الرئيس بر من 11 سنة وصولا إلى اليوم لو بنزعله الصوار ولو يمكن نكونوا معرضين لا لا هلأ 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 أنا فينا نعرف ليش كان يصير هجمات بس تصير تظاهرات ببيروت ليه تصير الهجمات على مجلس النواب ليه برأيك ليش بدون يكتح من مجلس النواب يعني ليش إصارة الموضوع ضد الرئيس بري لا فينا نعرف ليه مش لأنه عم بيفاوض مش لأنه عم بيحط شروط مش يعني الضغوط بالشارع اللي حتى يضغطوا عليه لا يوافق على بعض البنود ومين عم بيضغط عليه يعني عم بتقول لبنان يتعرض لسياسة الضغط الأمريكية القصوى اللي بلشت حضرتك على رئيس بري أولا مش على المقاومة على رئيس بري لأنه هو اليوم المسؤول عن ملف التفاوض فيما يتعلق بملف ترسيم الحدود تحضير للملف لأنه الملف بعدين للأمان وضع إطار الاتفاق لعلى أساسه حتصير آلية التنفيذ لأنه آلية بعدين بيستلم رئيس الجمهورية فخامة الرئيس ووزارة الخارجية مثل ما الجانب اليوم الإسرائيلي بس عم بيروح شنكر يلتق الجانب الإسرائيلي عم بلتقي وزير خارجي المكتب طبعه عامل لجنة نحن بنعرفهم ونعرف كيف عم بيشتغله ونعرف الأليات اللي عم تشتغل داخل عندهم العدو الإسرائيلي ووزير الطاقة الإسرائيلي من بعد ما يجتمع مع وزير خارجية أنا عم بحطلك كيف عم بيصير المسار من بعد ما يجتمع مع وزير خارجية العدو الإسرائيلي بيروح بيلتقي وزير الطاقة عندهم خرايط وبيتفقوا وبي دايما عم بيستعملوا الغموض في عدم الرد والتأخير لحتى إصارة يعني حتى نقول بين مزدوجين إصارة التوتر في الجانب اللبناني هون بيخذني هذا الأمر مباشرة إلى العقوبات التي أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية وبيان حركة أمل الواضح واللي ربط بين هذه العقوبات وبين موضوع الترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة وكان واضح رئيس بري بهذا الموضوع وهو قال بأنه وصلنا إلى الخواتيم فيما يتعلق بإطار أو تفاهم الإطار فيما يتعلق بهذا الأمر ولكن فوجئنا بأنه بانتظار يعني إعلان الوقت المناسب أو تحديد تاريخ معين للإعلان عن هذا الموضوع على ماذا يراهن الإسرائيلي والأمريكي طالما أنه والفرنسي كذا بتسمحي لي معلج ضيفه لين فرنسي شو خاصه الفرنسي إجا يلعب بالوقت الضايع على أمل أنه يعمل اختراء هذا الاختراء كان الهدف منه الرئيس بري بأي معنى شوفي طرح وأنا معلش لا بدي أحكيها أول شي طرح فكرة السنائية الشاعية هيدا طرح خبيث لناحية شو لناحية تسميته المصطلح طبعا التسمية لإصارة بعدين الشارع بعدين يصير فيه اشتباك شيعي شيعي ويتطور هذا الملف ويصبح الخلاف وطني شيعي وبالتالي يصبح التهديد الكياني للبنان بالتفكيك والتقسيم وكثير من هذه الأمور أنه مش بالصدفة كثير من هذه الأمور ظهرت بس كمان أنا يقول الرئيس بري أصلا يعني بحب تسمية ثنائي الوطني بس أنا معلاش يخدوه علي أنا عم بحكيها يعني مش عم بحكي بصفتي مش كدينيا عم بحكي بصفتي اللبنانية أنا كنت أتوقع مثلا يعني من حزب الله وحركة أمل والمرجعيات الشيعية إدارة بعد أزكى بأي معنى لأنه الخبس والأسلوب المتبع الناعم أكان فرنسي إسرائيلي أو أمريكي بأيدي أو بخفايا مختلفة إعلامية لأن في مكانة إعلامية قوية جدا عم تشتغل وقالوا الأمريكيين يعني عم بيدفقوا أموال على الجمعيات حالتي يبدو هيل بشكل واضح أتنين على سياسيين لبنانيين ومن نكون صريحين موجودين بتماني أدار وموجودين بأربطاش يعني ما نحمل أربطاش أدار المسئولية على الدولة العميقة الفاسدة يلي دايما بتركز إنه دايما تشوه وتزرع خلاف بين حركة أمل وحزب الله لتفجر هذا الخلاف أو ضمن الحالة الشيعية إذا بدك لأنه مش بس الشيعة ونكون صريحين مش بس الشيعة فاسدين مش بس المورني فاسدين مش بس الأرتودوكس فاسدين ولا السنة خلينا نروح إلى نظام الفاسد أي خشي هذا فيه نظام فاسد بغض النظر عن كل اللي حضرتك عم تفضل فيه ولكن فيما يتعلق بالعنوان الأساسي اللي حضرتك لا هوني بكون عم جاوب على ما تحدث به الرئيس ماكرون كتير زادة بما يتعلق به هذا رأيي طبعا استراتيجية الضغط الأمريكية القصوى اللي بلشت عبر سياسة العقوبات عبر الحصار خنق لبنان اقتصاديا وماليا وصولا إلى ما وصلنا إليك أناك عم تقول كل هيدا المشهد نحن عم نعيشه في الداخل اللبناني هو تحضير أرضية تحضير مسرح عم تربطوا مباشرة بما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود ما هو الثمن المطلوب من لبنان اليوم ماذا تريد كل من أمريكا وإسرائيل أول شي يتبعون الحيلة معنا هاي أول شي الحيلة الحيلة تاني شي يتبعون إدارة مش إدارة أزمة يبتكرون أزمة ويديرون الأزمة وهون عم نتحدث عن مستوى عالي جدا من الاحتراف طبعا على المستوى اللبناني عم بيطبقوا تنفيذيين على المستوى الخارجي في غرفة عمليات عم بتدير هيدا الموضوع مش عم مستوى اللبنان عم بتديره عم مستوى المنطقة بتلم معلومات نسميها الإدارة استراتيجية للمعلومات بتلم معلومات بتديرها بترجع بتوظفها بترجع بتضخ مادة تاني هيدا كله بنعرفه منه شي جديد ولا نكون صريحين نحن معنا إدارة استراتيجية للمعلومات لنواجه الكم الهائل من المعلومات اللي عم بيصير فمشان هيك بيصير في عنا أوقات صغرات بيصير في عنا خلافات بالشارع بيصير في عنا تفلط بيصير في عنا عدم انضباط الأعلام بيصير عنا بدل ما ندافع بطريقة زكية منصير نهاجم الأعلام الآخر ونتهمه ونشيطنه ونتهمه بالعمالة بس هذا كله يعود إلى ماذا مش يعود إلى أنه ما في قراءة موحدة لطبيعة المؤامرة التي يتعرض لها لبنان هون نرجع لها حزب الله كل واحد عم يقرأ من زاوي مختلف هون نرجع لحزب الله جربوا يفككوا العلاقة بين حزب الله وطير وطن الحر جربوا يزرعوا خلاف بين طير وطن الحر والجانب السوري جربوا يعملوا مشكلة بين إيران وروسيا جربوا يعملوا مشكلة بين تركيا وإيران جربوا أدوات أدوات عم تشتغل يعني مش عمستوى واحدة عدة مستويات بس بالمقابل نحن مش قادرين نعمل غرفة عمليات واحدة أقله للأصدقاء ما بديوا الحلفاء أو يلي اتفقوا أنه على مسار واحد يعني شو اللي بيمنع اليوم يكون في لقاءات بين طير وطن الحر وحركة أمل بس مين على أنه ما عم بتصير هذه لا لا أقول أنا بقول شو بيمنع شو بيمنع أنه ما يكون فيه تنسيق على مستوى أعلى بين طير وطن الحر حركة أمل وحزب الله حتى ما يصير فيه استثمار للهجوم مثلا على البطريارك المروني لأنه كمان بيمثل حالي وكمان ما منقبل يصير فيه هجوم على كمان المفتي يعني وعلى المرجعيات الدينية لا لأنه هادي بتفتح صغرة دفرسور هادي الدفرسور بيفتح اشتباك في الشارع وبيقدي أنه يصير فيه عرقة له يعني كانك عم تقول هناك من كان عم بيعمل بضخ هذه المعلومات المغلوطة لدق هذا الاسفين في العلاقة بين الحلفاء أنفسهم أو حتى آخر شيء الباسة لبوسة مدها بالطائفة حتى مش الفرنسيين شاركوا بهالله ما علي اسمحيلي كيف شارك؟ النهار اللي إجر رئيس الرئيس الفرنسي طب عمل مؤتمر دعم للبنان عبر التقنيت يعني التباع الفيديو طيب شو صار من بعد في حدا يقلنا ما مثل التحقيق ما عرفنا شيء وهذاك ما عرفنا شيء شفنا بذلك الوقت صار فيه اتصال مباشرة من رئيس ترامب رئيس الجمهورية عزة فيه بضحايا التفجير ورحنا إلى تسهيل إذا بدك تكليف مصطفى أديب بسلاسة حصلت بشكل سريع ومناخ إيجابي معلش أنا مع اللبنانيين أنا مع الشعب ولأني مع الشعب أنا ما بقبل يتكسر بيته ولي بكلفه أربعين مليون ليرة أقل شئ زاز يجيبوله كرتوني فيه عدس ورز وسكر عاب عاب شو عم تقول عاب هدا مش حكي عاب أنه لما الهيئة العليا الإغاثي تنزل تعمل مسح بعدين تقعد عجنب لهايئة العليا إغاثي وصير في لجنة تانية طبعا ما عم بتدخل بشؤون الجيش يصطفل الجيش يعمل بس أنا عم بحكي هدا مطالب الشعب شعب لما يفوتوا عابات خمس ست جمعيات يسجلوا محاضر وشو عندك وشو بدك وشو طالب ويفلوا وين المصاري بس من أعطى هذا الدور للجمعيات ما بعرض من استبدأ الجمعيات بالجهات الرسمية اللبنانية وإذا مش الجيش جهة سياسية ضاغطة على الجيش يعني شو عم نحكي عن انقلاب اليوم تقودوا جهات محددة في الواقع الداخلي اللبناني وصولا إلى نعم ليتحدث عنه الرئيس يعني الحكومة يلي عم بيسير الأعمار رئيس حسن ديار مرتين مرتين عن انقلاب مرتين حكي عن انقلاب خلو نظهروا لنا انقلاب في الداخل منا بيجي الانقلاب ما بيجي هجوم من الخارج بيجي من الداخل لجه الفعل لأنه شو بهمنا نروح طب ععطيكي مثال الرئيس المكلف مصطفى قديب بكلمتين معلش اللي هو ما كتير حكي صديقنا وحبيب قلبنا حكي كلمتين وأنا بدي أقولهم حفاظا على الوحدة الوطنية اللي هو فل اي اف لعدم إمكانية التوافق يعني نها لعدم إمكانية يعني أدم المشكلة عميئة مش قادر مش قادر يجمعون رجل ديبلوماسي رجل أكاديمي بسهول عب هذا الدور الجامع إذا هيدا الشخص أخذ دوره التقليدي إذا بدك بي يعني الذهاب إلى تشكيل الحكومات في لبنان أو هو خرج عن هذا الإطار التقليدي المتعرف عليه ونبرى الجانبا هل الرئيس ماكرون ووكل جهات محددة بهذا التشكيل معلش معلش ما هون الفخر اللي كمان زرعوا لنا ياه كلنا عمرنا ياخي نقل ستة شهر نقل في حكومة ما يشو الحال تركونا ليش بدون شيء ماكرون حط لتواريخ حط لتواريخ عمل لي مبادرة تم خرقتها للمهلق نعم تم خرق هذه المهلق واني المبادرة مبادرة مثل هالورقة بايضة هيك حكي ما فيو شيء بس يحط واحد مبادرة أول شيء بحط إطار لقلق بيعمل لجنة مكلفة للمتابعة مش بيحط بزبتله كلمتانه وبفل بالشارع الرئيس ماكرون حكي شيء وبيأصر سنوبر حكي شيء تاني لا عمل فريق عمل كان عم بتابع عن كتب ومنعرفش أنه القليزي كان عم بلاحق يعني ساعة بساعة زبداك كل مسار التأييف لأ كانت بالصيفية مش عم بتابع بعتذر ما كنت بتابع شو كان هو عم بيعمل ما كنت عم بتابع أنه فيه اتصالات مباشرة عم بتطير مع الرئيس ماكرون أنا بتحملها شخصية ما خاص لأنبيان فيها ولا خاص سياسة اللي هي شو زرع لنا الفخ وفل شو الفخ طيب اللي تمزلها الفخ إنو كنا قتلنا واحد بدي يقول لا هاي الحقيبة لهاي دي الطايفة واحد بدي يقول لا النادي منان خلقوه نادي شو نادي سباحة هو نادي رؤساء الحكومات السابقين نادي بسكليتات لا معلاش يرتاحوا شواء رؤساء حكومات سابقين لك لاش ما بيعملوا نادي رؤساء السابقين رؤساء الجمهورية ما فيه رئيس باللبنان إلا رئيس الجمهورية والباقي موظفين طبعا رئيس البلد اسمه رئيس الجمهورية ولو ما عندك رئيس حكومة رئيس حكومة موظف يكلف ما فيه ورئيس الجمهورية ينتخب اه بس يعني يعني الشعب بده يا الشعب هو بمثل دولة لبنانية طيب ما الشعب مين بيمضل اتفاقيات مين بيفاول الشعب اللي كمان هو سمع نوابه هو رئيس سلطة تنفيذية مسئوليته سلطة تنفيذية فيه سلطة تشريعية فيه رئيس واحد اسمه رئيس الجمهورية بس يعني بالمحصل لآخر شيء زبدة هذا الكلام بتواصل لأي زبدة انه نحن أصلا مش متفقين على شيء اي وكل شوية واحد ساعة واحد بده يروح ياخد البلد يعني صنع مثل الجمهوريات بقلبها الجمهورية اي ساعة واحد بده ياخد البلد هيك ساعة واحد بده ياخد البلد مش لأنه نحن لأنه واحد بده يعتبر انه الفرنسي هو المخلص اللي جاي ينقذني واحد بده يعتبر عفوا بس خليقون الكل اعتبر انه الكل تعاطى بايجابية مع هذه المبادرة ما هوني عم برجع اقول حزب الله يسامحنا وانا عم بقوله على الاعلام لانه مالاش بديقوله كان اليوم عنده خيار اخر حزب الله في ظن هذا الواقع الجامع لمين قالك انه غير رأيه لا لا بانتظار ما سيعلن عنه امين عم حزب الله ولكن واضح انه بعد في تمسك بهذه المبادرة لم يتم تغيير لانه ما بنرجع منه لحول كلمتاني اللي قاله الرئيس المكلف ياللي فلع المانيا حمال الله لبنان لما اجا قال لعدم امكانية التوافق شو يعني يعني اذا هو ما قادر ما قادر وفق معلاش شخصية تانية بتقدر تجي توفق لاش هي المشكلة بالشخص ولا بالفكرة مشكلة بالفكرة الفكرة اللي هي كانت تقوم على ماذا ضرب البنية هتي برأيك المشكلة بالمقعد المقعد الشيعي لا وزارة المالية او التوقيع الثالث ياللي هم قالوا علاقة بالمثالثة وبهيد صحيح الاخبار كلها ام بشو المشكلة خيال بلد اوكي لكن ظهرت على انها خيال بلد ظهرت على انها وزارة المالية ولكن وراء الاكامة ما وراءها هيدا اللي بدك تقوله التطبيع مع اسرائيل بهيدا التوقيت تحديدا تطبيع مع اسرائيل اللي حرجع عيدا من يدفع بتجاه تطبيع مع اسرائيل فيه حدا هون بالبلد بده يخلص مين هو هيدا بحدا اللي بالبلد ليش ما بده سلاح المقاومة طبعا المقاومة ما هم بقول انه ما عنده ما في عندي ملاحظات على بعض الاداء اه بس كمقاومة وهون شو قال الرئيس ماكرون علاش نرجع شوف 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 في لعبة الشيطان الخبيثة قال انه في لبنان هو مقاومة في سوريا شو عمبيد عم نظام انه بلش اوكي لانه نحنا نوعدنا انه ماكرون نرجع بيفوت بلبنان منطمقه بلبنان مناخده ع سوريا منجي منرجع منرتب الملفات بسوريا لا ما مش الحال مش كل شي نحنا متلومة نحللوه ايه بس ما تنسى انه كمان يعني اذا بدك هو لما جاءت هذه المبادرة بيع انه كافي الى دفع دولي امريكي تحديدا يعني بيفجروا البور بيفجروا البور بيبعثوا ماكرون بعد كم يوم وبيختراع لنا مؤتمر حكي بحكي وبيرجع بيعمل مبادرة مفخخة اللي عم بتفرغ المبادرة من مضمنا بيرجع بيعمل مبادرة معلاش انا هدا ايه طالما انه بلحظة من لحظة ضعف لبنانية خليني اقول كان الى جانب لبنان وقف الى جانب لبنان من خلال هذه المبادرة غير واقف معلاش بظل انسداد الافق بتعرفي معلاش خليني يكون واضح معلاش احكي عن مطالب العالم اصلا راح اجى وعد السفارة الفرنسية وعدة المدارس الكاثوليكية بدعم الطلاب بتعرفي انه عب وراء 6-7 وراء عشوائي تاريخ جده جده للولد لليوم ما اجى 100 يورو يدعمه ولد مدارس كاثوليكية اتدمرت مستشفيات كان في كتب مدعومة معلاش انا عم بيحكي عن لانه حتى اقول انه فرنسا اللي هني بيقولولها الام الحنون معلاش ترتاح الام الحنون حرام يا اما الزهايمر يا اما خلص خلص اول شي ماكرون خلي روح حل قصة حكومته بس يا دكتور عماد مش عم بتحمله اكتر مما يحتمل اجهوا بمبادرة ازا بدك فتحت لها افاق في الداخل اللبناني تم تلقفها ايجابا ليه ما شفت انه تم تعطيله ليه ما شفت انه تم تعطيله امريكيا اقليميا لش مين بحثوا لماكرون ما هو موظف عند روتشلد موظف عند الدولار يا دكتور عماد لا ليه بدنا نفوت بالموضوع اجه اخر شي رئيس دولة اسمع الدولة الفرنسية وقف الى جانب لبنان بلحظة مفصلية قدم مبادرة الكل تعاطى معها بايجابية شو صار الى دخول الشياطين بتفاصيل التكليف ليش الرئيس مصطفى قديب ما اخذ زبدك الالية التقليدية تسمحي لي في تشكيل حكومات في لبنان من مرة جانبا وعاطى هذا الموضوع الى نادي رؤساء الحكومات العظيم مشكور ماكرون خلاص مشكور ما لاش بتتذكر لما عدنا بفراغ حكومة سنة ونص ليش ما اجا وقتا في ذلك الزمان ما بعرف مين عمل مبادرة بتتذكر لما كان يكلف رئيس الحكومة سعد الحريري ويقعد اشهر ليشكل حكومة ونقعد نشد ونرخي نشد ونرخي ويختلفوا عقسم وبرجع يختلفوا على البيانة الوزارة طب عادة يعني ما على حكومة ببلجيكا قعدت مرة سنة ونص لتشكلت ما انت بلشت الحلقة وعم بتقول انه لبنان بواقع منهار اقتصاديا ماليا اخد شيء بسياسة ضغط وخنق مصاري موجودة بيتحمل لبنان اليوم عامل وقت البلد غنى البلد ما عنده ولا مشكلة مالية ولا اقتصادية هن دخليننا بالأزمة كيف يعني البلد اليوم لما عم بقلك حاكم مصر في لبنان انه انا بعد معي سبعت عشر مليار وانا هارفع الدعم وانا رايح الى هذا احشي الواقع الاقتصادي بيقول ان رايحين الى هذا الانهيار المحتى لما الليرة تعيتك فقدت قيمتها لما دولارك اليوم بالسوق السوداء ما بعرف عده بيوصل لما انت مصرياتك بالبنك جمد ممنوعة ممنوعة اخذة حكينا عن اتجاه شرقا خلانا علش نكون منطقيين بلد غنى لبنان مازال غنى ومازال كل طقاطه فيه انا بعطيكي شغلتان وبأكد لهالشي ما حدا يخاف ما حدا يصدق البروباجندا اللي عم تنقال انا عم بحكيكي وانا بعرف شو عم بحكي اللي هاي دي بروباجندا بده تكسر لنا ظهرنا بده تسكتنا بده تفرض علينا املئات لا مش هيك اللبناني ما بيعرفوا اللبنانيين نحن حضارة عمره 6000 سنة ما بتنكسر اليوم مع شوات نجحت هذه البروباجندا اخر شي عم بتقول انه كان فيه ادارة انت بتعتبر انه كان المفروض يكون فيه ادارة يمكن يعني تتعاطى مع الموضوع بشكل اخر اليوم حتى فيما يتعلق ب يعني بدأت تظاهر هذا المخطط اللي حضرتك عم تحكي عنه بيان بادارة التشكيل اللي كانت عم بتصير انه هناك من يريد عزل اليوم فريق اساسي من نسيج الوطني اللبناني صح وبين انه هناك من يقود انقلاب على هذا الفريق خلينا نرتاح كلنا لبنانيين ما بهم كل واحد شو طيفته شو دينه وشو اتجاه سيلا ما بتراه الى دولة مدنية اليوم انت بيظل النظام الطائفي اخر شي هل شو بدنا مش ضروري كل شي نعمل له اسم مشكلة وين نحنا منحب لكل شي انا عم بريح الناس يا خي كلنا عايشين مع بعض هلا انا بس روح نجيب من عند ميكانسيان غرض وبس روح اشتري من سوبر ماركت او من فرن والله بقول هيدا الفرن صاحبه كذا ما بيشتري منه وهذا لا نحنا مش موجودة عنا نحنا اللبنانيين كلنا منحب بعضنا ما بقى حدا يشوي صورة التانية عن جد يرتاحوا ما بيأسر شو اسمه مدنية لمركزية علمانية امت بروحي للتعبير بشكل واضح انه نحنا ناس منحب بعضنا يو عم منحب بعض يوقفوا هالما سعطيكي مثال شو بده ما بده انه هلا يجي جيب لنا مبادرة يخبرنا قصة وشوي طلع الانفجار بالبور صاروا يعدوا كم شهيد راح مسيحي وكم شهيد مسلم بغيشة هيد لبنان هيدا البور للبنان لبيروت للمنطقة هيدا ماش لا للشيعة ولا لموارنة ولا للسنة صاروا يقولوا فوتنا مدير ما بعرف شو لحن فوت مدير تاني ما بمضي هيدا بتمضي هيدك لا مش صح هيدا تلاعب في الاعلام صدقين معلاش مع احترام لا وسائل الاعلام هيدا تلاعب تلاعب مش الاعلاميين اللي عم بيعملوه الغرف الغرف كان يهدف الى الوصول الى اخضاعنا اخضاعنا انا بعطيكي مثال جدودنا نحن في اللحين اخر همنا لا اماركا ولا السيارات ولا الذهب ولا فرعين معنا شي عايشين بها الجبال صخور كسرناها وعيشنا فيها ما فكروا بس شو عملوا من ال94 بلشوا يدندلونا بدان نشتري سيارة ونشتري بات صار اذا واحد ما شاري بات ومدين للبنك ما بيسويشو اسمه واذا ما معه كذا ما بيسويشو طيب وصلت الى ما وصلت هني وصلونا عم بتقول انه هدا مسار كل هيدا يهدف الى اخضاع لبنان اخضاع لبنان من اجل اخر شي شو تمرير صفقة القرن لحقلك وتقديم تنازلات او اسمين هني مفكرين انه بيهالسهولة نخضع لا اوكي تنجرة الضغط اذا ما الا الصفيرة يعني بيتركوها شوية تنفس بس تنضغط كتير تفع لح تنفجر فينتبه وهذا رسالة واضحة خلينا نطلع ببريك ومن ثم نتابع هذا الحوار نتابع السياسة اليوم وضيفي رئيس الاستشارية للدراسات دكتور عيماد رزق دكتور عيماد كنت عم بتقول انه اخر شي لبنان يخضع لسياسة ضغط امريكية قصوى وما يجري اليوم هو محاولة اخضاع لبنان من اجل تمرير اذا بدك التطبيع او هناك من يدفع باتجاه هذا التطبيع وهذا كلام خطير وكبير من الداخل اللبناني بالتزامن ايضا مع مسألة ترسيم الحدود وسألت لماذا بعد عام على وقوع او على بدء ثورة 17-20 ذهب الاسرائيلي لليوم يعني التسريبات اللي عم نسمعها والاعلان حول ما يتعلق بترسيم الحدود ولكن وقلت انه لبنان غني لبنان اليوم يعاني هذه الازمة وحطيتها بإطار ازمة او تلاعب سياسي خلينا نقول ان كان بالموضوع المالي او بالموضوع الاقتصادي ولكن هيدا كمان ما بينفق انه اخر شي عنا ازمة حقيقية ازمة بنيوية فيما يتعلق بالنظام الاقتصادي القائم وعنا ازمة فساد وهدر في الداخل اللبناني مشان كمان ما يغيبوا يعني عن فيما يتعلق بالتحليل اللي حضرتك عم بتقدم فيه صح ولنحبلش من موضوع الفساد ولا دولة في العالم الا ما فيها فساد ولا حياة سياسية باي دولة الديمقراطية في العالم من الولايات المتحدة هام بارح الرئيس ترامب كم سنة له مش دافع ضرائب ويتهرب مهلاش يروقوا شوي يعني لاش الرئيس ماكرون هو من فسيط الاديسين يعني مهلاش هيدنا تانياهو لهم ست سنين يعني رئيس حكومة العدو بس الفرق انه دولته حاسب اخر شي كيف تحاسب يا حوة كل ما بدون يعملوا محكمة كل ما بيطلع بيعملوا ضربة بسوريا كل ما بدون ياخدوه يستدعوه على ما بعرف شو بيهدد بحرب مع الجانب الفلسطيني كل ما بيقولوله كذا بدي يفرط اللعبة هروبا من هذي الملفات الضربة اوكي فحيدي موجودة وينما كان الحياة السياسية معلاش لنكون صريحين مني وجر بتعطى بالسياسة اذا ما يعني في بعض الاماكن ما بدي سندق كيف بدي عيش شو حدا بيعيش من معاشو شو انت هلا عم تبرر يعني انه المفروض يكون اليوم كل من يعمل في السياسة فاسد شو لا مش همبرر انا عم بيجي يقول الحياة السياسية هي بتدفع باتجاهات معينة اوكي وهي بتدفع يعني اذا بنا نيجي نحكي بالنظام بالقنون الرجل الديبلوماسي او السياسي اذا تقاضى اذا خدت له فنجان قهوة ضيفطيه قهوة واخدها منك تعتبر رشوة باللغة باللغة هاي دي تعتبر رشوة يعني من هون ما نبلش هل في حدا هل هناك من لم ما فيه ما نبلش من هون طيب بس بالمقابل فيه اخشي شو اللي ما هم يفتح فيه اوانين وفيه محاسبة فلاذا هاي دي المحاسبة هي اللي بتلجم هاي الشهيات المفتوحة اخر شي مشا ما توصل الى ما وصلنا الي شو انت بتروح بتحمل فساد اليوم ولا بتروح لا الى تصحيح هذا المسار بحكم بارحصر في اشتباك لبناء الدولة المركزية الحقيقية بوزير تربي مثلا هاي دي وزارة منة سيادية مثلا منة أساسية من الاربع الوزارات الأساسية اللي يعني بيروح جرح على هون اوكي وزارة تربية نحكى بملفات هلا مبارح نحكى كمان بوزير العمل احد وزراء العمل من 14 قدار انه كمان كان يتقاضى من مكاتب السمسرة وكذا بس اخر شي نحنا نحتاج الى تأكيد اونا في هذه المعلومات نحنا بتوازن رعب اسم توازن رعب الكل فاسد الكل متورط واللي قاله ماكرون صاح بس ما يوصف ومعلش يتركنا نحنا نشتغل لانهو ما عنده دور الوصي على لبنان اخر شي هو يلعب دور اخر شي هو رئيس دولة فرنسية رعاية عكسر والعقل عامل كونفرانس دي برس فور لليبان يعني ما فهمت انا انه اول شي ريبوبليك لبنازي اسمه مش لبان يعني انتو لبان شو هذا اكليم الجمهورية الوزارية يعني انت وين ما فهمت نحن جمهورية تبع الوترمير لالك يروع شوية نحن اسمنا ريبوبليك لباناز الجمهورية اللبنانية بالتوصيف الديبلوماسي والعلمي نحن الجمهورية اللبنانية طبعا مش عاب هاجمه يستفل بس في الواقع داخل اللبناني هناك من يرى اخر شي طيف هناك من يرى انه انت شرعت ابوابك اخر شي الداخلية لكل انواع هذه التدخلات الخارجية وصلنا الى ما وصلنا الي يشدوا شوية زنانيرهم في اطلال مرتقب الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله سيتناول فيها أبرز تطورات خصوصا مرحلة ما بعد اعتدار رئيس مصطفى أديب برأيك يعني وفق تحليلك ما هي العنوين الأساسية اللي يتطرق لها سماحة الأمين العام وماذا عن اليوم يعني آلية اذا بدك مواجهة هذا الانقلاب اللي حضرتك عم تحكي عنه وهذا الدفع باتجاه التطبيع في ظل هذا الجو القائم لح انطلق من الفكرة طبعا سمحته ما بعرف سمحت أمين عام حزب الله ما بعرف يعني شو اللي بده يقوله بس اليوم سمعنا ببعض الصحف في بعض التسريبات أو بعض فحتى ما أرجع عيدهم الناس فيها تقراهن على الأونلاين بس أنا بدي انطلق من شغلتان وبأعتقد ممكن يكونوا من جو الحكي أول شي نحنا عم نحكي عن إطار التفاوض يعني أهم شي نحنا بالنسبة لإلنا الحدود البحرية حقوقنا وربط الحدود البحرية بالحدود البحرية تلازم المسار والموضوع الآخر يلي كمان بدي يكون واضح فيه وأنا هون بيحكي عن اليونفل طيب فجأة نحنا اليونفل صارت هلأ بتساعد بمرفق بيروت لا مش بمرفق بيروت ببيروت عندها صلاحية أوسع يلي هي منطقة عسكرية خاضعة لسلطة الجيش اللبناني معلاش يشرحوا لنا ليش معنا نحنا مهانسين ليش معنا مؤسسات ساعة الانجي او ساعة اليونفل معلاش طب مش هيدا تحايل على السبتاش سفر واحد هو سبتاش ينص على نشاط قوات اليونفل في البحر ومنع عمليات التهريب طيب كيف منعوا هادي شو الباخرة اللي وصلت مش كانت اليونفل موجودة وقت نرجع للباخرة اللي جابت الأمونيوم روزوس اي أو غيرها فلاش فيه لطفلتنا اللي كانت تجيب سلاح هادي آخر واحدة ما زهقوا منهم كانوا بقى ما جابوا كل السلاحات عاب يوقفوا خلاص بقى طيب شو عم بتقول مزح حادي عم بيمزح ما الذي يراد فيه مسئولية اليوم بدك تسلم بلد يخي ديره بمسئولية يعني من نرجع للستينات والخمسينات يمكن كان يصير فيه خلين نسميها بان مزدوجان يعني أكلت جبنة كان نسميه الرئيس فؤاد شهاب يخي بس كان فيه بلد بس مش هيك يعني مثلا أنا بعطيكي مثال ليش بدي يكون فيه أزمة محروقات بلبنان ليش نحنا ما نوقف عبكرة لن عم ببنزين نوقف في الصف لا أو يقلك بس هالقد بيطلع لك لا نحنا بحالة شوق نحنا بحصار بسوريا بفهم ما أنت قالت بيزول سياسة الضغط الكبيرة ضغط بس مش حصار هلا عم بفهم غير شكل أنا ليش بدي نقطع أدوية معلقة أوكي إذا فيه دولة فيه مؤسستان بالدولة ما بتخضع للإبتزاز خليني أفتريد الجيش اللبناني يلي هو نحنا اللي بنحترمه واللي بعدنا بنعتبره بسببه نحنا بنحب لبنان والمؤسستان يلي نحنا بنحترمها ومنجلة رئاسة الجمهورية يلي بيمس له لبنان بكل طوافه فخيمة الرئيس اليوم عم بيجمع ما عم بيفرق عم بيتبع السلوب عن جد كتير مهم وكتير ذكي وبنتمنى أنه دايما يتبعوا طيب ما بدي أكشف بس أنا بيجي بقول بدك إدوية شو عندك نواقص أنا بيبعث باخرة للجيش اللبناني الطبابة العسكرية تروح تجيبها مشكلة مساري ولا مشكلة حصار لا مشكلة حصار يعني عم تقول أنه هناك من يريد اليوم شو فرض حصار عليك طبعا بهدف تجويعك لتركيعك اخر شي وتقديم كل هذه التنازلات المطلوبة منك ماذا عن خياراتك كيف بدك تواجه معلاش من شهر من شهر أيار الماضي راح يعني صار فيه اشتباكات على الحدود أكانت الشمالية يعني في عنا أفواج حدود ليش هأفواج الحدود فجأة يعني عم بيهربوا بجم سلحين بوضي خالد أنه ما بتقشعون لو يصلوا على يدخلوا ويشتغلوا فجأة بتحرف أنه كل المسلحين اللي كانوا موقفين اللي اشتبكوا معلاش اللبناني وقت فتح الإسلام كلهم صاروا ببيوتهم أو عم بيشاركوا بالإتال بالمنطقة يمكن حقهم حسب معتقدهم من سهل إخراجهم خليني أنا أكون واضح يمكن حسب معتقدهم عم بيعملوا صاح عم بيضيفوا عن دينهم أو عن عقيدتهم أوكي بس الدولة اللبنانية وينها بس دايما كنا عم نشوف يعني نشاط لهذه القوى الأمنية دايما في إحباط محاولات كان عم لبنان كان عم نحكي عن خلايا نائمة بس كمنا في توقيت دايما بكر علامة استفهام أنا بحكيه على الإعلام رئيس الجمهورية فخامت رئيس جمهورية بدولة مثل الصين مثلا رئيس بلدية إيه دكتور 3 مليون 5 مليون نحنا ما بتحرز مدن الكبرى 10 مليون توقيت توقيت اليوم إيقاد هذه المجموعات أو الخلايا النائمة لها توظيف سياسي كمانة طيب في علامة استفهام هلأ تركيا بدي تبعث هلأ أوكي نحن هلأ بنا نهاجم تركيا عظيم أوكي نهاجم تركيا مين اللي بدو يهاجم تركيا لا 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 عم بقول ما لنهاجم تركيا تركيا هي وراء ادخال هالمسلحين طيب انت إذا هي تركيا وراء ادخالهم انت شو بتشتغيل انت مش دولة لا ما بتلقطن عدول إسرائيلي حاطت مصاد أجهزة أمنية لألوه في لبنان تفضل لقطن يعني نتقول مشكلة في الداخل وليس في الخارج طمان دايما المخططات كانت موجودة منذ زرع هذا الكيان ودايما عم نحط طيب اليوم كيف سيتعاطر لاش الحدود ما بدو يصير فيه تهريب لأنه لاش لا بدو يصير فيه خطف بالابقاع وتشويه صورته للابقاع لا بدو يصير فيه ابتزاز ناس اللي بيحطلك انتبهي فيه تطبيق كذا بيع سيارة تحت سعره إذا طلعت يجبتيها بيخطفوك بيعملولك ممكن اللي ناس صاروا بيعرفوا القصة تزوير العملة وغيره والمخدرات أنه الدولة ما بتعرف فيهم بتعرفهم واحد واحد حتى ما نقول شركات هي تغض الطرف اليوم أو تشاركهم تشاركهم؟ نعم في دولة بتشارك اليوم الدولة مين يعني الدولة الحجار مين الدولة؟ مسؤولين ومستويات مناطقية طب وصولا لشو الأغراق لبنان أكثر فأكثر ما بعرف هلا اللي بده يتحمل يلي بيحب لبنان عن جد يوقف هاللعب خلص ما لح يوصل لهم حال والتاريخ ما لح يحب هلا إذا أنت قالت له إذا بتحب لبنان ووقف اللعب هلا أنا أنا مؤمن أنا مؤمن الله يمهل ولا يهمل صحيح سيأتي يعني القاتل سيقتل واللي عم بيشارك واللي عم بيشارك بيأذي غيره لح ينقذى هو بولاده حكيت بعنوانين أساسية كتير مهمة شي ما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود يفكروا بيأذي الأجيال القادمة حرام اللي عم بيعملوا عن جد حرام كأنك عم توجه لجهات محددة مش حزبية بس لأنه ما خاص الأحزاب أحزاب بتشوف دنيفالتي أو أحزاب أو قوة مناطقية أو عشائرية أو شو ما كان حرام يشوه صورة العشاير بالتاريخ ما علاش إذا بتسمحيلي بس بكلمتها أنا مش عمدافع عن العشاير بس أنا عم بيحكي واقع بتعرفي مين حمل لبنان وقتا كان الانتداب الفرنسي والسلطنة العثمانية حاكم البلد كانت العشاير هاي عشاير لبنانية مش هبس عربيلي يعني هناك مرة يريد حتى تشويه هذه الصورة نعم ساعبات جعفر ساعبات زعاية لا منذ تسمية بس ما خاصون هؤلاء عشاير يعني معلاش عنده النظام خاص بالعائلة بس تشويه صورتهم جزء من اللعبة لإدخال الشارع الشيعي بالاشتباك لإدخال لبنان بالاشتباك دائما لتشويه صورة البقاع والمناطق اللبنانية والأطراف ليش عم بنقطع المزوت والبنزين بالمناطق الحدودية لا لا يقولوا عم نهربوا طب عم تحكي بعناوين كبيرة دكتور إيمان وعم بتقول أنه اليوم فيه مخطط مخطط شيطاني على ما يبدو 20 ألف لتر ما فيه 100 أمر صناعي ومكا عم بيصوروه طب بيظل هذا الواقع اللي حضرتك عم تتفضل فيه وبيه إذا بدك يعني على ما يبدو مفتوح هذا المخطط الشيطاني على أكثر من اتجاه وهناك عملاء في الداخل طب تمت مواجهة هذا المخطط أحبط جزء كبير منه فيه اليوم صلابة إذا بدك بالموقف كمان عند الطرف الثاني اللي هو مستهدف بشكل كبير جدا شوفي لحقلك لبنان لن يذهب لا إلى التقسيم 10452 كم مربع بيزيد وما بينقصوا عشو تستند استند على معنويات وعلى عنفوان الشعب اللبناني نحنا ملحنا نكسر لأنه مش بالدولار بيكسرونا ولا بشوية يخوفونا أنه بيخلص دواء القلب ودواء السكر ودواء الضغط ودواء فشار بس أنا عشو عم براهنو عم براهنو آخر شي على اختلال بالشارع بالأمن الاجتماعي لا يرجع يشكله قوة ضغط آخر شي كمان على جهات الحدد بيخلهم ناس تقوم على جهة معينة صحيح وقتيها ما أنه أنت اليوم عرقلت وقفت وما قدرت توصيله إلى الحل المنشو لنفتريد لنفتريد وهون الفخ الآخر اللي كان يزرع وحيزمت منه أكيد حزب الله لو هلأ حزب الله خلينا نسميه مثلهم بيسموه أمر واقع ودولده من دولة هاي الشعارات لو نفتريد هلأ رجع جاب لائحة مئة شخص راح جابون قالوا للدولة تفضلوا استلمون هاي دولة الزعران هو اللي بيسرقوا بهالمنطقة وهي دولة اللي تجار المقدر عم بفتريد شو بيسموه شو بيسموه دولة دولة انت مش شغلتك تلمي الناس الدولة بتلمهم هل بتستلمهم الكوة الأمنية يمكن تستلمهم تفوتهم ان الباب دهروا من الشباك شو مين بيصير محرج أمام الشعب اللبناني كله حزب الله عمل دولة ولو انت بتروح تلقي تعالى يعني هو اذا ما عمل بيتهم انه ما عمل واذا عمل متهم انه عمل هالفخر راح على اذا بدك بهذه الهجمة الكبيرة اللي حضرتك عم تحكي عنا اليوم خليني اذا بدك تفنده بشكل واضح اين يعني كيف اليوم تم احباط جزء من هذا المخطط اين اصاب هذا المخطط واين فشل ما المشكلة انا ما بدي اهبط معنويات بس المخطط صار بمرحلة سبعين بالمية طبعه ايه بس شو قدر هو يحقق اخر شي لما اقول سبعين بالمية منه يعني حقق مستوى عالي جدا من الاهداف تقل لك كم هدف شوفي لما اجت الحكومة وراحت الحكومة يعني اجر وما صارت الحكومة كل في الرئيس يعني عم نحكي لما ايه اجت الفرصة وراحت الفرصة رئيس سعد الحريرة رئيس الحكومة بيستقيل بزروف عمل خطة اقتصادية بعد يومين استقال طيب شو اللي صار لما عمل خطة ولا استقال نزولا عنده رغبة الشارع بنشكره وضغطه اذا كيف صار اليوم بده يعمل نادي وعمل جروب هلأ واتس اوب فكر انه هاك بتندار القصة وصار بعدين يتجرع كأس السم يرتاح شوية يروح يأكل ويشرب من اجل مصلحة الوطنية قال طيب ومبادرة كانت من اجل لبنان ما انت عم تقول حبوا لبنان حبوا لبنان لا استقال اللي بيحبوا ما بيهرب لا اعتبرتها هرب ما انت اليوم الشارع كان عم بيقول تحت هايدي الشعارات انه خلص ارحلوا بدنا نحنا نروح الى واقع جديد هاك رحل هاك رحل وكيه ليش اجا زبط الوضع واذا يجي المنكز مخلص هو نحنا مش ولاد كيف رحل وعا يفكرون اولاد يعني اوكي منتفرج منتحك اوقات ونتسلى ونزقفلوا ونعملوا اللايك على الفيسبوك ايه بالشاملة اخر شي غيرت بالواقع القائم نحنا فهمانين القصة كلها ايه بس غيرت في الواقع القائم نحنا وغيرنا مش انهم نفكرون انا نحنا فهمانين نحنا الجماعة يعني الكل جميع ايه غيرتوا في الواقع القائم شعب اللبناني فهمان احبطوا المخطط انجحتوا اليوم انه ما تقولوا انه في فريق اساسي وبهيد المتركاج الحاصل على حزب الله تحديدا وعلى المقاومة في لبنان بعدين انا بسمى اسماء الوزراء الشيعة بعد شوية رئيس الحكوم المكلف هلا قال انه حكومة تكنو سياسية والله انا والله انا هو شايف انه هلا تكنو سياسية لا هلا خبراء بس شو هالمزح هيدا يوقفوا المزح خلاص هيدا النادي على وقت توقيف المزح هيدا النادي يعملوا ورق لعب فيه يعملوا اصحابنا طيب يزعلوا منا ماشي الحال ماشي حدا يبعط لنا للشوز طيب شو عم بتقول هلا مصرحة الشعب فوق الجميع مرحلة مبعد اعتذار مصطفى قديم لو هي رايحة الامور هيصير فيه اليوم افاهم او توافق على تسمية او تكليف رئيس جديد في ظل هذا الواقع اللي هلقد معقد ومشربك ما اما ما وضحها حفاظا على الوحدة الوطنية شو يعني شو يعني يعني اذا هو ما ادير معلاق مصطفى قديم نحنا بنعرفه هو بيعرفه هن بيعرفه انه تابع مين وكيف ولاش كل التفاصيل شو نتابعه يعني انا مثلا اذا انا مؤيد لسياسة هذا رئيس الحكومة ورئيس الحكومة انا ويا اصحاب مدير مكتب رئيس ناجيب ميقاتي عظيم اذا هو ما ادير يعني مش هو بس يعني هو والنادي الكلاب ها ما ادروا ها ما ادروا انه مين بدوا يقدر معلاق مين تب هيدا بخلينا نطرح سؤالتاني اليوم وحدة لبنان الوحدة الوطنية مهددة هي في خطر لا لا ما عم تقول اذا هنما قدروا يعني ما في امكانية شوف يعني في استحالة هلا نروح الى تشكيل حكومة جديدة ما خص تركيا وما خص هادي شو بنا السياسات هادي بالسياسة عم نحكي بالارهاب انفاس محصية انفاس محصية من قبل من من قبل اجهزة الامنية بس بدهم قرار وهيدا القرار مرهوم بمن وبماذا ما انت بلشتو عم تقول في تراخي امنة يعني عم تحكي اللي بيطلب من مين بطلب من من الولايات المتحدة بده تعمل توازن رعب هيدا التوازن الرعب ما نحمل تركيا معطرة تركيا صارت العملة نجحت نجحت امريكا اليوم حتى اليوم بارمينيا اللي عم بيصير وكزا كله امريكا والمصاد الاسرائيلي عم بيشتغل نجحت امريكا تركيا ايجنت يعني تركيا بيشغلوها بيشغلو بالقطعة نجحت دكتور عيماد الولايات المتحدة الامريكية في تحقيق هذا توازن الرعب اللي حضرتك عم تحكي عنه لحديث اليوم ايه كيف لعنى البعض بيقول انه صار في اختلال بالتوازن القائم في الداخل اللبناني بسترجي رئيس حكومة يجي هلأ ما كلهم عم بيعتبروه عملية انتحارية مم معلاش الرئيس الدياب لما يقلك بدي فل دخيلكم فل اللونة ايه متقال يعني بم لعنى كانت المعلومات تقول انه لأ كان متمسك ببقاءه ولكن اخر شيء وصعت الامور الى ما وصلت اليه ايه يعني هو مبسوط انتي بتشوفيه مبسوط لما يتحدث بمؤتمرين يقول عملوا نيلاب علي من هنا لانيلاب من جوا لما في وزراء ما بقى يردوا على الاشخاص اللي خليني يقول ما بدي يقول يعني زكوهن أو سموهن سموهن ما بيردوا شو وان في منها لما يكون ما بدي يسمى اسماء وزراء طيب ستواصل وقت المتحدة الامريكية سياسة الضغط القصوى بالمرحلة الفاصلة عن انتخاباتها وريحين والله هلأ لأ هي مرحلة انكفاء للداخل قد نكون امامه كمانا تسريب شوف فيه تسريبة ما عليك زي بتسمحي تسريبة ما بعرف قداش صح حطها حتى نكون دقيقين انه الرئيس ماكرون تواصل مع الرئيس ترامب ماشا عم بيقدر يحكي كام معه يعني حتى يتفق وياه على الخطوة او لك هالتمثلية شو جاوب ترامب انه هلأ المشغول انا بالانتخابات هدا جواب واضح هلأ هو مشغول بالانتخابات الى ما بعد الانتخابات والرئيس ماكرون لبينما يتجي تخلص انتخابات الامريكية ما هو بيكون صار مشهل كمان اول شي بالبلاديات عشان هيك مدد المهلة تعيته انا بقول هو عنده مشكلة داخلية يمكن ما بيهدى له هديك الوقت اليام اوه فلات لانه نحكي عن عقد سياسة جديد للبنان لاحظ مع مبادرته صار فيه كذا حادثة امنية كمان بفرنسا من بعد ما رجع من لبنان صار فيه جيليجون رجعوا تظاهر وقطعوا طرقات وسكروا مؤسسات قبل ما يجع على لبنان حتى نوضح لللبنانيين حتى ما يفكروا هالقد بيحب لبنان وقمنا الحنون ونقعد نبكي كلها تمثيلية كبيرة قبل ما يجع على لبنان راح على المغرب اجع على لبنان طلع على العراق هو تلات نقاط جزء من الشرق الاوسط الكبير مبادرة الرباط اللي بلشت بالألفان ألفان وواحد اجيت جوندوليزا رايس على لبنان وقتها بالحرب تموز يلي كان جزء منه هايدي المبادرة شرق الاوسط اليوم نحن نعيش بين مرحلتين مرحلة اذا اجا بايدن او اجا ترامب هتطول على المفاعل اللبنانية نيناتهم امريكان نيناتهم تحكم السياسة الامريكية الخارجية او العسكرية او الامنية مصلحة اسرائيل مصلحة اسرائيل اكيد اولا بس الدولة العميقة عندهم الديب ستات الثلاثة خليني ريح اول ما اجا حتى اوضح بالنسبة لتركيا ما يكون به الرئيس اردوغان طبعا مش عم بها جموع عم بقول اللي صار وقت اجا رئيس حكومة كان رئيس حكومة تركية اردوغان ابما يصير رئيس جمهورية طبعا هو ترقى لانه شاطر يعني صار ينجح باللي عم بيعمله صار يرقوه هادين درجات كان رئيس حكومة كان بوش رئيس الولايات المتحدة بيطلع الرئيس رئيس وزراء اردوغان في ذلك الوقت على رئيس وفد من 300 رجل اعمال بيزوره وبيقول له معك سنبني الشرق الاوسط الاسلامي الجديد اوكي هيدا بيوضح اكتر كمان معالم اذا بدك مشهد التطبيع ماذا الواقع طيب بهيدا الوقت ما انت عم تقول انه تحضر هيدا الجو نعم وريح وشوفنا نشوفنا اي ايام مسار التطبيع اذا بدك ماشي خصوصا بعد اعلان هذا التطبيع من قبل دول خليجية بشكل واضح بس على المقلب الاخر عندك اليوم كمان سوريا عندك لبنان عندك العراق عندك الجمهورية الاسلامية الايرانية عندك محور تاني هذا المحور لهلا بعد عنده موقف واضح ومحدد من هذه المسألة هيدا شو؟ ايه مسألة؟ مسألة التطبيع هو رايح الى هذا التطبيع هو مع هذا السلام اخر شي لاسرائيل شوف هون اذا بتسمحي لو بده اطلع من الكادر بده اعطي مشهد اكليمي اوسع بس لحتى اوصل للتطبيع اللي عم بصير بارمينيا اليوم او بارتساخ بجمهورية ارتساخ اللي هنا جورني كارباخ سابقا هي جمهورية مستقلة بين ازاربيجان و يعني عنده حكم ذاتي وارمينيا حيث المنطقة بس ندخل بأزمة فيها ثلاث تهديدات التهديد الاول هو لايران ازاربيجان هي القاعدة الخلفية للعدو الاسرائيلي للموساد اوكي الطائفة الشيعية ازاربيجان شيعة اوكي بس مين قال انه ما في شيعة مطبعين يعني مش بس السنة بيطبعوا يعني حتى حتى نكون حتى منه حتى نقول منه اتفاق ولا اتجاه ديني او مذهبة لا هذا اتجاه فكرة ثقافة ايديولوجية سياسة مصلحة ايه هيدا واحد اتنان هو قطع للعلاقة بين روسيا وايران لانه هاي المنطقة هاي دي الجمهورية وهي دي التوتل اللي عم بصير بيقطع الممر ما في غيره بين روسيا وايران اتنان ثلاثة بيقطع خطوط الامداد لطرفين لتركيا اللي بتستفيد من نقل الغاز او النفط من عمق اسيا الوسطى عبر ازربيجان الى تركيا الى اوروبا وبنفس الوقت بيوتر العلاقة التركية الروسية التركية الايرانية وبنفس الوقت بيرجع بشيطن تركيا بالمنطقة وبحتة تحت الضغط لتنفيذ الاملاءات شو هي الاملاءات الاسرائيلية اه يعني اخضاع تركيا بمعنى اخر طبعا والضغط على ايران يعني اذا توتر هذا استمر نجي منطلع افغانستان عملوا اتفاق مع طالبان امريكا ما عندها مشكلة بتتحالف مع الشيطان ما في مشكلة معها مع طالبان اللي هي متنظيم ارهابة عملوا اتفاق معه ما في مشكلة الخليج اليوم عم بيروح للتطبيع عبر الدول كلها يعني تحت السيطرة العراق شالوا رئيس الحكومة لما راح عمل اتفاقية مع الصين وجابوا رئيس الحكومة صار عامل اجتماعين في لقاءات استراتيجية وقالوا له شو بدك كهرباء بنعطيك كهرباء بنخفف عنك الضغوط كرمال وقت مشان الكهرباء من ايران والنفط ما بعرف وين ماشي الحال انت معفى بس خليك معنا واليوم شيطنة الحشد الشعبي حتى اقول انه هذه الازمة بلبنان ليست ازمة لبنانية هي ازمة دولية اكليمية ما حدا يعني يصغرها يعني مترابطة وتتعلق مباشرة مش تستهدف حزب الله او الشعب اللبناني او تقسيم لبنان لا هي تستهدف كل لبنان على ما يبدو واخدوا الى هذا المسار ليش هيدا اللي صار هلأ تفجير الوضع بناجورني كرباخ اردساك ليش صار بهذا التوقيت لانه الايراني والتركي التقوا والتركي بحاجة بده انقاذ وضعه الاقتصادي عام بنهار ضغوط الامريكية الاوروبا عم تهددوا بعقوبات وا 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 عنده مصار طويل عريض جرب يتفق مع الروسي بموضوع ادلب فشروا له اياها جربوا هلأ يشيطنوه كمان وما زالوا يعم بيشيطنوه لما اتفق مع الايراني اللي انقاذ بعضهم لانه هن اتناينات النظامين شبهين الجانب الايراني كجمهورية اسلامية واردوغان بالبعد الاسلامي تابعه شبهين اوكي عمستوى الرئاسي اردوغان اخذ موقف من الجانب الاسرائيلي عمستوى الارض المؤسسات الجيش اطلسية عمستوى تغلغل اليهودي والاسرائيلي قوي جدا في تركيا من ان نعرف هذا الشي هلأ الصراع داخل تركيا سيؤدي الى انفجارها من الداخل او الى استخدامها كتنظيمات ارهابية لتفجير اسيا الوسطى وقطع شرايين النفط والغاز وواء لتهديد العلاقة الروسية الايرانية الصينية اه يعني رايحين الى مرحلة ضغط قصوى كمان في الداخل التركي مثل ما حدرتك عم بتقول نعم والضغط على روسيا وايران ضغط على تركيا لحتى تزيح لحتى يخلصوا الملف بالمنطقة الاسرائيلية يعني واخر شي يعني امريكا مستعدة لتفجير حروب وتدمير مناطق وشو ما بدك تعمل هي والاسرائيلة لحتى يمشوا مشروعا يعني عم بتقول فسألتيني قداش متقدمين بلبنان يعني بنفس لهيدا الاتجاه اذا بتاخذ المجال الاكليمي هني متقدمين كتير 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 يعني كأنك عم بتقول انه المسار اللي هو اصلا واضح وماشي فيه منذ سنوات ما خصه بموعد اذا بدك او بانتخابات الرئاسية الامريكية مين ما اجا تراف وما خصه اذا عنا حكومة او ما عنا حكومة اذا عنا حكومة اذا عنا حكومة اذا عنا حكومة اوكي سنيابة بيستقيل كله نحنا في نفس المسار واذا بيجوا ثلاثتهم بيكونوا نحنا في نفس المسار يعني عم بتقول شو اخر شي رايحين شو لي مش رايحين الى تصادق الى مواجه عادي تنجر تضغط اخر شي اذا ما كان فيه مطرح تنفس بده تنفجر مش انه كل شوية هنه شو بيعمل بيرايحوا شوية بيرجعوا بيضغطوا شوية بيبعطوا ماكرون هلا خلص ماكرون وبكرة بيحطولك غير واحد تبع اي اساس لك هنا بلاشت حلقتك بتفاقل متفاقل لانه نحنا بعدنا صامدين اوكي بلاش عندنا عناصر صمود اذا هني مثل ما انت قالت عم بلوحوا بموضوع خنقخ ايه وموضوع اليوم تجميعك وموضوع ترفيعك تنفجر اذا انفجرت ما بيكون المشهد ضعي الى اسوأ خلينا نشوف شفنا شفنا هدول الشخطير الموت اللي كانوا يهربوا من سوريا او من تركيا ويروحوا على اوروبا بدون لجوء شفناهم بلبنان او شفناهم بلبنان شو دليلات هذا الموضوع يعني اوروبا بدأت تنتبه اليوم هولاجئين بعدين بكرة ممكن روح عشي تاني وهيدا اللي عم بيخوف اوروبا بدون ينتبهوا الاوروبيين اوروبيين بدون ينتبهوا اليوم امريكا لما تيجي تقول انا عم بنسحب عم سكر سفارتي بالعراق مش عم بتهددوا للعراق مش عم بتقوله انت يا اما بك تتعاون معي وتخلص من الحجد الشعبة وتخلص لها الموضوع تحت عنوين مش اليوم يعني تدريجيا يا اما انا بدي سكر وفل واتركك بالفوضى تب صراع المحاور القائمة اليوم اخر شي بدي وصل لشو لحرب مستعيرة بين هذين المحورين شوف اذا منهلأ لست شور احدى يعني احنا بمسارين خلينا نوضح لنا سني ولنا شيعي ولنا مسيحي ولا شي ما يجزيحون هدولي كلنا احجار على الرقعة عم بيستخدمونا ويتحكوا علينا هي مسارين في واحد بيعتبر اسرائيل ممكن يعملوا سلام معها ويمشي معها ويطبع في واحد بيقول غير ممكن لا دينيا ولا اخلاقيا ولا تاريخيا يعني حتى نوضحها بنقطتين الجانب الاسرائيلي اذا لبنان بده سلام اسرائيل ما بده سلام اسرائيل تستفيد من الازمات شوفي فيه مسار لما حكي نحكي عنه بلبنان حتى ما اقول يعني مين وكيف وكلهم بيعرفوا طبعا بسونا حتى ما وصف بمعنى التسويقة بيروت دمشق بغداد طهران هو مش بس لطهران هو لنوصل لبكين للصين هذا المسار خلقوا مسار تاني مقابيل والامريكان من تلقبيب وصولا وصولا سلطنة عمان ليقطعوا طريق الحرير يلي جاي من البحر وفيتي باتجاه باب المندب وراحوا ضغطوا على جيبوتي وعا الصومال وعا كينيا وهن يحطونا شوية ارهابيين كل شوية بيعملوا عملية بيذكرون لا لانه الصيني عم بيعمل كمان مرفق من مونباسا من كينيا ليفوت فيه بقلب نيروبي كينيا كلها يطلع باتجاه ليبيا ضربوا من ليبيا وحطونا ارهابيين من تحت كل شوية بيسلوهم طيب يعني سراء اخر شيء سراء شو صيني امريكي اذا بدك مستوى الاعلى هلأ مننزل على مستوى الاكليمي منشوفه كمان كيف حم بيشتبك مننزل على مستوى الشارع نشوفه صراع الغاز والنفط والثروات بالعالم اذا بدك الشرايين مش مهم المصادر الشرايين النفط كيف توصل يعني اذا انت عندك نفط اذا انت عندك مصانع مثل بالصين مش قادرة تصدري بضعتك ما شو بتعملي فيها تخسري بتموت هيدا هي اللعبة اليوم امريكا كتير زكية لما يجي اردوغان يتحدث انه بده يسكر مضيق البوسفور والداردنال مش كيف يسكرون يحط خوة يحط عليهم تاكس بيبطلوا دوليين بيصيروا بس لقلوا اذا بصير تركيا تتحكم بالمسار لما يعملوا هيدا المسار مش يعني بيضربوا قناة السويس ويجوعوا مصر كرمال هيك طلبوا من مصر عم بيوجهوا باتجاه ساعة اثيوبيا ساعة السودان ساعة ليبيا عم بيشغلوها بافريقيا هيك اذا بدك سياسة الاشغال الحاصلي على صعيد العالم خلينا نقول طالما انه فهون نحن لبنان بؤر مفتوحة اربع خمسة مليون اوكي لبنان عم بتقول انه هو دولة غنية ودولة عنده شعب اول شي وعنده شعب وعنده يعني الشعب كمان عنده صمود هذا الشعب اخر شي سيجتاز هذه المرحلة وكل انواع الصعاب ولا لا ما ينتظره في قابل الايام وفي الفترة المقبلة المزيد من الضغط المزيد من يعني مشا ما نقول شوفي لا اقلك شغلة لما اللبنانيين هاجروا على عدة مراحل بالحرب العالمية الاولى فلوا اللبنانيين كانوا سند لبعدان يعني ما كانوا ما قطعوا علاقتهم كانوا دياسبورة مهمة ولما اللبنانيين غادروا بالتسعين بالحروب اللي صارت الاخيرة كمان بعدهم سند ولما اللبنانيين هلأ عم بيفلوا ما حدا يخاف لو فلاينا اللبناني متعلق بأرضه بيحب أرضه هذه ما فيها خاف من ناحية الموارد أكانت الطبيعية نحنا عنا ليش نحنا خلنا نجع نذكر بالستينات وخمسينات عيام الرئيس كاميل شامعون ما أجيت النقطة الرابعة لأمريكيين حفروا بصحمر وبيحمر حتى ما نقول بالبحر وسدوا اللي حفروهون كلنا بنعرف ليش سهل عكار سهل عايم على الماي تحته شو فيه شو فيه فيه نفط وغاز سهل جوا طيب شو لأنا عم تعيش أنت لعنت تروتك أخر شي ماش عم بعيش لا لأنه الدول الخليج لن تسمح لنا طيب بس نحنا نأخر شي من روح منسلم يعني إذا هناك جهات اليوم لا تريد أسماح لنا كتما صار بسوريا طالما نحنا شعال قوي وقادر لا نستطيع الصمود في وجه ما يرسم لنا إنه معقولي أنت بلوك أربعة بنص البحر تركيا لاقت أبروس لاقت سوريا شايلة إسرائيل اليوم العدو الإسرائيلي عم بيدوي كهربته من كذا سنة من الغاز اللي عم بيشيله من البحر نحنا ما عنا كهربة وما بيخلونا نشيله طيب يعني عم بيلك يا غرشي أنت ممنوع كل هيدول ممنوع لتروح إلى هذا التطبيع مفروض عليك عندك يعني خيار من خيارين يا أما بتروح إلى مرحل التجويع وتركية يا أما بتسلم وبتروح إلى استثمار هذه الأمور أو الاستفادة منها ولكن تحت عنوان أنك أنت تروح إلى شوف الدول دول لازم مثل ما تعودت علينا تخاف منها معلاش لو صار الباسبور اللبناني بيخوف مش عاطل حاليا شي يعني بيخوف الباسبور اللبناني لازم يرجعوا يخافوا منها كيف دك ترجع تخوف بني بيعرف شو صار زمان وشو بدو يصير هلأ إذا بيكفوا يعني عم بتقول هناك من لأ في جهات اليوم قادرة توقف وتحط حد وتقول إنه لأ لح محن نركعه ومحن نستسل ومش ضروري توصلوا آخر شي للهدف لأنتو حاطين عليش جورج عبدالله بعده بفرنسا لما يجي الرئيس ماكرون يخبرنا عن المبادرات ليش ما بيطلعوا لجورج عبدالله وجورج عبدالله منه شيعي ماروني من اللقبيات بس مقاوم أبا داي رجال ففي عنا نحن موديل جورج عبدالله كتار يعني هناك مقاومون بالمعنى اللي حدثتك عم تحكي عنه ولن ترضى آخر شي بما يفرض على لبنان في المرحلة المقبلة كل هيدا خلينا بس هيك لنختم بشكل يريح المشاهد عم بتقولك أنه مسار الفراغ هو أو أنه شو إعادة تعويم حكومة خلينا نتعوض ما في مشكلة طيب ومين آخر شي بيعمل توازن أو نوع من لجم مش مهم الاسم للانهيار الموعود فيما يتعلق بموضوع رفع الدعم الانهيار الاقتصادي موضوع الدولار شو؟ خلي موضوع الدولار سياسي من الآخر وموضوع لما نفقد الأدوية ولما نفقد المحروقات ولما ساعة اللحمة مدعومة ساعة مش مدعومة يعني شيء عن جهة ساعة بيتحدثوا عن بطاقة غزائية وتموينية يا عم نحنا منا نزام اشتراكي نحنا نزام ليبرالي حر أسواق شو اللي عم بيمنع معلاش اليوم البور زي بتسمحيلي معلاش لأنه في كتير شركات غراضة على البور لابيخلون يصحبون لابيخلون يقضون يعني ما في شيء مش مزبوط عم نحكي بالمناطق اللي كانت محطوط بضاعة فيها يا خيات لفا يا خلصة يا مبا انه بالنتيجة في شيء موهم ليش من بعد ما صار اللي صار ببيروت ليش ما ماشوا بور ترابلوس ليش عرقلوا كل العراقيل ليش ترابلوس لا تستحق أن تكون عاصمة لبنان الاقتصادية يلي أطلق رئيس غرفة التجارة والصناعة طفيق دبوسة ايه ليه ما خلوه يعملها ممنوع مين اللي منعه كله بانتظار رئيس الحريري اوف رئيس الحريري منعه لأي سبب ما بعرف ايه معلاش خلينا نقوله لو كان داعم وما كان رئيس حكومة ليه ما طلع افتتح المنطقة والمنطقة اقتصادية خالصة كان المرفق عنديك مرفق ترابلوس مطار لقلاعات فريزون مش كله مرتبط ليش ما بنعملها بترابلوس بإعادة الأعمار في سوريا لأنه بدون شيطنوا ترابلوس بدوا يضل الإرهاب بترابلوس لأنه بيضلوا يعملنا كندهار بس دكتور ترابلوس ترابلوس أبيه ما كنت دايما تربطها بموضوع إعادة الأعمار في سوريا بموضوع التسوية السياسية ما قبل الأعمار يا خيش شعب ترابلوس أهل ترابلوس وحكار والشمال ما بيستحق يعيش يعني هناك من يمنع إذا بدك اليوم نعم من الداخل من الداخل حاجة دنشيطن الخارج ساعة منحط حق سوريا ساعة تركيا ساعة ما بعرف مين هلأ هيدا الداخل مع مين متعاون بالخارج ما بعرف طيب بيضل كل هذا المشهد يعني في ظل هذه سياسة التجوية وهذا التركية وهيدا الخناق الاقتصادي والحصار اللي حضرتك عم تحكي عنه بس آخر شي لا راحت إسرائيل إلى فرض ترسيم حدود بالطريقة اللي هي بديها ولا قدرت الوقت المتحدة الأمريكية عبر كل هذا المخطط الوصول إلى يعني حتى فيما يتعلق بتعديل مهام القوات اليونيف اللي كمان أثرت هذا الأمر خلال هذه الحلقة طيب كل اللي كان مطلوب منك انت آخر شي ما رح تعملته مش مطلوب منك بالقوة انه يعني تحت الضوء مفروض عليك انت مرح تآخر شي قدمته يعني انت بمعنى من المعاني قدرت تحبط هذا المخطط أو ما يراد ومستمرون أكيد ومستمرون ايه طبعا ايه بس هيدا بيرفع وطير تبلغت آخر شي معلاش خليني مش عم بكشف أسرار بس عندي شوية أجباء وطبعا احنا على الانبيان والرئيس بري كمان مطلع ومتابع وهو الأساسي بهذا الموضوع مش يربحونا جميلة يعني اذا أوكي من نسحب من مزارع شبعة وكفر شو بعني اللي ما بدها جميلة ما يسحب دريعة آخر شي مشان ما يقول لك ليه المقاومة بدا تضلها مستمر ايه ها طبعا ايه بس ما يربحونا جميلة اول شي نحنا من نقرر شو بنا نعمل مش هني بيربحونا جميلة يعني ها أرضنا أوكي بدنا إياها الـ 14 نقطة اللي خلافية اللي بيربحونا جميل عليهم ما هول نقاط خضرة كانوا عايام البريطانيين والفرنسيين كانت المناطق مع عوامل الطبيعة البريطاني أخذ نقاط أعلى من لا يقدر يضل مسيطر زحلت العلمات صرنا بالخط الأزرق كان خط أخضر خط حرب وقت الحرب العالمية الأولى وقت أعلنوا دولة لبنان الكبير يعني هم نوضح فيه تاريخ وفيه وسائع وفيه كل شي ما هدا يربحنا جميل يخيه هالة قلنا وبدنا إياها وخلصت يعني خلينا نكون واضحين هلأ 14 نقطة ليش هو بحق له يعمل السياج ويعمر بطون ويحط كاميريات ويريقبني وأنا ما بحقل لي أعمل شي يعني لا لا هو بده يطلع من أسبوع معلاش هل من ننساها قبل انفجار عين قانا وقبل نغيره من أسبوع طيران الإسرائيلي فوق أسرب عبدة قطع طيارتين قطعوا على علوم ونخفض وين السيادي فوق وزارة الدفاع وأسرب عبدة هل هالشي مسموح شو بروح نقدم اعتراض للأمم التحدى البعض في الداخل اللبناني اليوم وعم بقل لك وعم بقل لك وعم تصرح مشكلة كلها أنه كله الحق على هذه المقاومة يا عمي طيب أنا لهالأشخاص يا عمي أنا كنت فكر أنه إذا منطبع مع إسرائيل يا خيم نخلص منصير مثل دباي ومنعيش وأمان وسلامه وكذا يا عمي إذا منطبع أخطر على لبنان شو لي غير لك فكرك لا حلك لأنه أخطر لأنك تشفت أنه في العالم رجل الأعمال اليهودي الإسرائيلي يلي هو تابع لإسرائيل هو خطير علي في العالم هو اللي شوه صورة رجال الأعمال اللبنانيين في أفريقيا وبأمريكا وبكل دول العالم هو اللي بينفسنا وهو بيعرف أن لبنان اليوم إذا كان قبلة الشرق يعني بيروت صوليدار يلي مسميها صوليدار داونتاون يلي هي بيروت الحضارة والثقافة شو عنده هو؟ ما عنده شي طيب نجح بعد تفجير المرفق عرفت شو عم بقول؟ الاكتصاد بيجي لعندي البورب بيجي لعندي أنا العمق العربي أنا عمق المنطقة أنا الحضارة والثقافة أوكي بس نجح اليوم آخر شي بتعطيل دورك دورك اللي أنت عم تحكي عنه دور المرفق ودور مصارفك أنا بيجي بقال لك كل اللي عم بيعملوا عم بيعطيني بانادول بتنزل الحرارة بس أنا مش عم صح يعني هو ما عم صح بالمعنى اللي هو بده إياه مش عم بروح آخر شي إلا إنقاط فعلي آخر شي نح تجي الثغرة ونخترق منا نحنا ومنحكي بالباقي قريبة هذي الثغرة بازت مش مهم قريبة نحنا عم نحكي شعب عمرنا ستة الاف سنة حضارة بغض النظر في ناس يمكن يضحكوا في ناس يبهوني أنا عمر هالقات بها البلد ناطر اللي متعيشوا حيقلك أنه أنا هايدي الحضارة ما بتعميني يا عم صور وصيدة حرقوا حالهم حتى ما يسلموا نحنا جبابرة يا عم نحنا رحنا عملنا كارتاج هيدا الشعب هاي المنطقة ما بيركع ما حدا يخاف ما قابل لجربوا ما علاش عشنا سنة الخمسة بينكنا أولاد بس عشنا حصار وشارحة وتبهدلة وتعتير تحت الأزيف بس اليوم دكتور أنت لما بدك تصمت بدك يكون عندك عناصر صمت هنظر الصمت تعولك ورقة القوة تعيتك موجودة اليوم ذكرى انسحاب الإسرائيلي تحت الضغط سنة 82 صحيح كسرنا له إجراء يتذكر متل ما كسرناه فينو نكسره كل مرة ما منو قوي كتير هو شكرا لعلك رئيس استشارية لإدراسات دكتور عيمد رزق أهلا وصلا فيك شكرا لعلكم مشاهدين على حسن المتابعة في أمان الله شكرا لعلكم